اشتركوا في القناة مستقبل مصر حيبقى ان شاء الله في هذا القطاع نتيجة للقوى البشرية اللي بتتمتع بها مصر وده اللي اثبتته الحقيقة الزيارات لي احنا ست شركات تقريبا زورناهم النهاردة في هذا التجمع الكبير جدا والمنطقة الادارية الكبيرة في شرق القاهرة وكنا قبل كده من فترة زورنا يعني مثيل لي في غرب القاهرة وفي منطقة القرية الزكاية لكن النهاردة اللافت للنظر وده شيء مهم جدا وده رسالة الحقيقة بوجهها لكل شباب النهاردة ان هنا النهاردة زي ما بيقولوا السوق او يعني المستقبل والمدى للتقدم والانطلاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي السماء لان النهاردة المجال مفتوح لكل التخصصات احنا شفنا النهاردة وانا كنت حريص ان انا اقابل شبابنا اللي شغال فزيز شركات وتعرف على خبراتهم وخلفيتهم العلمية فلقيت ناس حقوق واداب وتجارة وطبعا فيه الهندسة اكيد بالتأكيد وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الكمبيوتر اللي هي المفروض اساس هذا العلم ولكن الاهم ان حتى لقينا ناس اعمارهم مختلفة ومتبينة وبدين الشغل يعني ممكن ان في لحظة ان فيه واحد يلاقي ان مجال عمله الاصلي مش هو مش مناسب ليه فبيبدأ ياخد قرار انه عايز يغير الكرير بتاعه وده اللي شوفناه في ناس كتيرة جدا النهاردة الاهم ان الصناعة دي الحياة فيه اكتر من مستوى احنا شايفين وشوفنا مع بعض من بداية اول ليفل اللي هو ممكن ما بيبقاش عايز مهارات كبيرة قوي موضوع التعهيد واللي هو ما نطلق عليه الكل سنترز والكلام ده كله وماشاء الله الشباب بيتدربوا ومرتباتهم ماشاء الله كبيرة جدا وبيبدأوا بمرتبات تعتبر مرتبات عالية بالمقارنة باي شغلانة تانية نمطية وبيتدرجوا وعندهم الفرصة للانطلاق بصورة كبيرة جدا الاهم اللي احنا شوفناه ويمكن نموذج فيه اللي هو اخر زيارة لنا النهاردة اللي هو بقى بنتكلم عليه المستوى المتقدم وهو المستوى اللي احنا شبابنا من مهندسين وخبراء بيبدأوا هم اللي بيبقوا مسئولين عن تصميم البرمجيات الخاصة بصناعات زي السيارات زي الطيارات زي النظم الامن واللي بنسميها السايبر سيكيوريتي على مستوى العالم كله والاهم وده شيء يفرح ان الشركات العالمية والمصامع السيارات العملاقة واللي احنا عملين بنسمع عنها بيبقوا اعتمدهم الاساسي على هذه المراكز اللي معمولة هنا في مصر واللي اتأكدت منه من كل مديري الشركات اللي موجودين وقابلناهم ان العنصر البشري المصري يعني بدون تحيز من افضل العناصر اللي بتبقى موجودة على مستوى العالم اللي بيقدر ان هو بسرعة جدا يستوعب التكنولوجيا ويقدر يتعامل معاها الرسالة المهمة جدا لشبابنا ان هذا القطاع هو قطاع الامل احنا مصر بننمو فيه يعني الحمد لله بنسب ما بين 15-20% سنوات ولكن انا شايف برضو عندنا مجال لنموه اكبر واجبر واجبر لان هو ده المستقبل والعالم كله النهاردة بيتكلم على الزكاء الاصطناعي وعلى ازاي ان هو تطبيقاته في كل مناحي الحياة والنهاردة الاهم واللي يفرح ان الشباب المصري احد ركائز هذه الصناعة المستقبلية للفترة الجاية انا بشكر كل القائمين على الشركات دي كلها طبعا معالي وزير الاتصالات يعني انا بشكره وكله زملائه في الوزارة وعلى الجهد الكبير اللي بيبزل الاهم زي ما شفنا في كل الشركات لديهم برامج توسع كبيرة جدا في مصر شركات ضعفت عدد موظفيها في شركات بدأت بعدد مية النهاردة بقوا 2003 تلاف في فترة زمنية بسيطة والاهم لديهم الخطط المستقبلية ضعفوا الاعداد لألوفات اخرى فعشان كده مرة اخرى هذا القطاع من اهم القطاعات اللي لازم شبابنا يبقى بيركز عليه ويبدأ الفكر التقليدي لبعض الوظائف النمطية اللي كنا كلنا عارفينها من سنوات اعتقد دلوقتي الدنيا بتتغير الوظائف بتتغير التقنيات بتتغير وبالتالي هذا القطاع قطاع واعد جدا 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 وان شاء الله يكون لنا كمصر باع كبير جدا فيه في الفترة الجاية شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة